في فيديو اليوم حنتعلم مع بعض كيفية عمل فيديوهات طويلة بالزكاء الاصطناعي مجاناً مع الحفاظ على ثبات شكل الشخصية خلال الفيديو وممكن باستخدام هذه الطريقة عمل فيديوهات طويلة بصورك بالزكاء الاصطناعي وتكون أنت بطل الفيديو أو تستخدم صورة أي شخصية أخرى وأيضاً هعرفك كيفية زيادة حدود الاستخدام المجانية في هذا الموديل الرائع وهو يبرع في تحويل الصور إلى فيديو أو تحويل النص إلى فيديو وأيضاً في تصميم صور بالزكاء الاصطناعي وكمان تقدر تخليه يولدلك المؤسرات الصوتية أو الموسيقى الخاصة بمشاهد الفيديو طبعاً قبل ما أبدأ الشرح بفكركم بالاشتراك واللايك والشير لأن دعمكم بيساعدني على تطوير محتوى باستمرار للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو الموديل الرائع اللي بنتكلم عليه النهاردة هو موديل سيني اسمه وان والنهاردة هعرفك إزاي تعمل بيه فيديوهات بالمجان تماماً باستخدام الخطة المجانية تقدر تدخل عليه عن طريق كتابة العنوان ده في متصفح بتاعك من الكمبيوتر أو موبايل وان.فيديو أول لما بتدخل عليه وتعمل حساب مجاني عن طريق الجيميل هتضغط هنا ثم تضغط على check in وبالتالي ستجد أن الموقع أديك 50 كريدت في هذا اليوم هتعمل كده كل يوم علشان تحصل على كريدت مجانية في طرق أخرى بيتيحها ليك هذا الموقع علشان تزود عدد الكريدت زي مثلاً انت لما تعمل فيديو تعمله ريت إذا كان هو كويس ولا وحش أو ان انت تعمل بابلش للفيديوهات بتاعتك في المرة الواحدة حيديك 20 كريدت زيادة فيقدر تعمل الكلام ده مرتين هنا ومرتين هنا بما يوازي 50 كريدت زيادة في اليوم وحديك مثال وإحنا بنشرح إزاي ممكن نعمل الكلام ده وأنا باستخدام هذه الطريقة قدرت إن أنا أزود الكريدت في حسابي المجاني لتوصل زي ما انتوا شايفين لحد 200 كريدت وممكن طبعاً تزود أكتر الموقع ممكن يولد صور أو فيديوهات فلو مثلاً ضغطنا على AI Image وكتبنا بمنتهى البساطة وأيضاً باللغة العربية رجل عجوز يمشي في شوارع القاهرة في المطر لو ضغطت على الزرار ده Enhance Prompt حيقوم بترجمة البرومبت بتاعك أو الأمر وتحسينه وإضافة تفاصيل أخرى ليه طبعاً هندغط هنا هنا بيديك بعض ستايلات جاهزة زي مثلاً سينمائي أو كارتون لكن احنا هنسيبه بدون ستايل خالص وندغط هنا على المقاس العريض هنا ده اختيار تاني بيديه لك الموقع ده علشان يضيف شوية تحسينات أخرى على الصورة أو الفيديو النهائي بتاعك وتعالوا نشوف الصورة النهائية شكلها إيه اللي بعد كده عن طريق نفس الموقع هنحولها الفيديو ده شكل الأربع صور النهائي والصراحة إمكانياته في الصور تعتبر جيدة جداً الصور كلهم أحلى من بعض زي ما احنا شايفين طبعاً هايز أدوى نلود أي صورة منهم بقف على الزرار ده وهو حالين بيديك اختيار إن انت ممكن تحفظ الصورة بعلامة مائية أو بدون علامة مائية طبعاً هتختار الاختيار التاني بدون علامة مائية وده شكل الصورة بالحجم الكبير والتفاصيل فيها دقيقة وجميلة جداً أي صورة فيهم عجبتك هتضغط هنا وتقول له جينريد فيديو ولو تفتكروا كنت قلتلكوا إن فيه طرق أخرى علشان نزود بيها كريديتس زي مثلاً أنا لو جيت على الصورة اللي أنا عملتها ضغطت عليها وبعدين مثلاً عملت ريت للصورة سواء كانت حلوة أو وحشة هدوس هنا مثلاً فحيطلع الرسالة دي وحتلاقي الكريديتس عندك زادت بمقدار خمسة تقدر تعمل ده في اليوم مرتين نفس الكلام لو ضغطت على الصورة ثم وقفت على التلات نقط دول واخترت من هنا بابلش بيقولك هنا خلي بالك إن الصورة كده هتبقى كل الناس شايفاها على الموقع وده هخليك تاخد عشرين كريديت مجانية زيادة هقوله تمام موافق فبالتالي بعد مراجعة الصورة هتجد إن في عشرين كريديت مجانية زادوا في حسابك لو افترضنا بقى إن أي صورة من دول أنا عايز أحاولها الفيديو هضغط هنا ثم أضغط على generate video فبالتالي هيقوم بتحويل الصورة دي هنا بكتب البرومبت بتاعي ممكن أكتبه بالعربي إن فيش مشكلة خالص كتبت نفس الجملة اللي أنا كتبتها لتوليد الصورة رجل مصري عجوز يمشي في شوارع الكاهرة في المطر هعمل نفس الكلام هضغط هنا عشان أحسن البرومبت فبالتالي يكبر لي البرومبت هقوله تمام موافق يوزت الموقع كمان بيديك إمكانية إن هو يصمم لك المؤسرات الصوتية أو يعمل لك موسيقى حسب الفيديو بتاعك ماشي إزاي ميزة الموقع كمان إن هو ما بياخدش credits كتير للفيديو الواحد يعني الفيديو الواحد بيكلفنا 10 credits فده مش رقم كبير بالنسبة الموقع تانية يعني الفيديو الواحد ممكن ياخد من 3 إلى 5 دقيق عشان يخلص على عكس الصور اللي بتخلص بسرعة جدا بس مش مطلوب منك إن انت تكون فاتح الموقع لحد ما الفيديو يخلص عادي ممكن تسيبه الموقع وتعمل حاجة تانية لحد ما الفيديوهات بتاعتك تخلص ولو لقيته تأخر عليك زيادة عن اللازم ممكن تعمل رفريش للصفحة ده المثال اللي احنا عملناه من الصورة تعالوا نشوف كده طبعا رائع جدا وده مثال آخر حاول إن هو يعمل مؤسرات صوتية على الفيديو مؤسرات الراجل وهو ماشي في الشارع رجليه بتخبط في الأرض وده أيضا مثال تاني رائع لقدرته على توليد مؤسرات الصوتية صوت مطر واضح جدا في الفيديو وصوت الراجل وهو ماشي في الشارع في المية في الحقيقة موديل رائع جدا ومع الأخذ في الاعتبار كمان إن هو open source أو مفتوح مصدر يعني مجاني وتقدر تنزله على جهازك لو إمكانيات جهازك تسمح أيضا فيه اختيار رائع في ميزة تحويل الصورة إلى فيديو وهي ميزة الستارت والإند فريم يعني ممكن تحدد صورة البداية وصورة النهاية في الفيديو وهو يعمل لك منهم هما الاثنين فيديو كامل لو دوست هنا هضغط هنا لاختيار صورة البداية وأيضا هعمل كده في صورة النهاية ودول الصورتين اللي احنا عملناهم عن طريق نفس الموقع كتبت الأمر بتاعي وقمت بتحسينه وتعالوا نشوف الفيديو النهائي هيطلع شكله إيه ده شكل الفيديو النهائي دمج ما بين الصورتين بمنتهى الاحترافية وعمل لي ما بينهم حركة حاجة في منتهى الجمال والروعة مش بس كده ده عملي كمان المؤسرات الصوتية اللي ممكن استخدمها في الفيديو ده اسمع كده نتيجة ممتازة جدا طيب نفترض أن أنا عايز أزود زمن الفيديو ده بدأ ما هو 6 ثواني أعمل مشهد تاني بنفس الشخصية دي ممكن نعمل ده إزاي؟ بمنتهى البساطة هفتح شات جي بي تي وهطلب منه إن هو يعمل لي نسخة تانية من الشخصية دي بنفس اللبس إزاي الكلام ده؟ هاختار الصورة بتاعتي في شات جي بي تي اللي أنا كنت عملتها في الأصل بموقع وان هضغط على الثلاث نقط دول وأقول له create image واكتب بالعربي أريد عمل صورة أخرى من الشخصية المرفقة بنفس الشكل والملابس يجلس علاقاه هو في خان الخليلي يشرب الشاي فبالفعل عمل لي صورة نفس الشخصية الصورتين قدامك هم تقريبا نفس الشكل زي ما أنا طلبت منه بالزبط وده شكل الصورة بالحجم الكبير طبعا هحفظها على جهازي وبنفس الطريقة قدرت أن أنا أعمل صور تانية لنفس الشخصية بنفس الشكل والملابس عشان أقدر أن أنا أستخدمها في مشاهد أخرى يعني دي صورته مثلا وهو بيصطاد في مركب وعد حيجي يسألني طيب أنا عايز إمكانية عمل أكتر من شخصية سابتة في نفس المشهد هقول لك مفيش مشكلة خالص وانت على شات جي بي تي هتدي له الصورة بتاعتك الأصلية بتاعت البطل بتاعنا وتدي له الصورة التانية اللي أنت عايز تدمجها في المشهد نفترب مثلا هي شخصية حزل أوم وتقول له عملي صورة جديدة للشخصيتين بنفس الشكل والملامح مثلا قاعدين مع بعض في قهوة في خان الخليلي فبالتالي دي صورة النهائية النتجة عندي شخصية حزل أوم تقريبا بنفس الشكل وأيضا بنفس الملابس تجلس مع الشخصية الأخرى بتاعتنا بطلة الفيديو تقدر تعمل ده لأكتر من مرة لأي عدد من المشاهد زي ما أنت عايز هرجع تاني لموقع وان ده آخر فيديو أنا عملته الفكرة كلها أن أنا عايز أعمل مشهد جديد بيبتدي من الفريم ده وينتهي بأن الراجل قاعد على الأهوة بيشرب الشاي أول شيء هكبر الفيديو من هنا وبعدين أحاول أخذ لقطة للشاشة للفريم ده سواء على برنامج المونتاج بتاعك أو أي برنامج تقدر تاخد بيه لقطة لو أنت شغال بويندوز 11 ممكن تضغط على كيبورد زرار الويندوز مع الشفت مع الاس هنعلم بقى على الصورة بتاعتنا بهذا الشكل على موقع وان هختار image to video واختار start to end frames في ريم البداية هختاره الصورة اللي أنا عملت لها سكرينشوت أو لقطة لها ولقطة النهاية هتكون الصورة اللي أنا ولدتها من شات جي بي تي كتبت في البرومبت بتاعي رجل يمشي في الشارع ثم يجلس ليشرب الشاي هضغط هنا عشان أترجم البرومبت وحسنه وتمام عملي مؤسرات الصوتية تعالوا نشوف بقى الفيديو ده هيطلع شكله إيه؟ ده شكل الفيديو النهائي الرجل بيكمل طريقه في الشارع وبعد كده بيقعد يكمل شرب الشاي على القهوة والفيديو بيكمل كده أنا عندي تلات نسخ من الفيديو كل النسخة منهم ست ثواني منهم النسخة دي والنسخة الأولى اللي عملناها في بداية الفيديو وكمان عملت نسخة تالتة من الصورة اللي الرجل قاعد فيها على القهوةبيشرب الشاي وده كان شكل الفيديو النهائي بتاعها ممكن تاخد التلات فيديوهات دول على برنامج المونتاج بتاعك وليكن مثلا كاب كات او اي برنامج تاني انت تفضله ده الفيديو الاولاني على التايم لاين ثم التاني ثم التالت لو فيديو فيهم المقاس مش مزبوط بتعدله بمنتهى السهولة ولو عايز تحزف العلامة المائية اللي بتبقى موجودة في الفيديو ممكن تطلعها من كدر ان انت تكبر او تعمل سكيل الفيديو بين اثناء وعشرة مثلا فبالتالي اصبح ده جير زهرة معايا وبكرر ده في اول لقطة كمان لو انا جيت شغلت الفيديو حلاء الفيديو بيمشي معايا بمنتهى السلاسة ما بين اللقطة التانية ثم اللقطة التالتة يبقى انا كده اقدر تكبر زمن الفيديو من مجرد 6 ثواني ل 18 ثانية تقدر تستخدم نفس الطريقة دي علشان تكبر زمن الفيديو زي ما انت عايز تقدر كمان تستخدم موديل وان الصيني الرائع في انك تحول النص الى فيديو عن طريق ضغط هنا هتكتب البرومبت بتاعك عادي جدا وتضغط على generate video حاجة مهمة عايز اقولها لك هنا ان في اكتر من نوع لموديل تحويل النص الى فيديو لو دوست على السهم الصغير ده هيطلع لك تات اختيرات دول ممكن تجرب تغير ما بين التلات موديلات دول مع العلم انك لو اخترت الموديل اللي في النص هياخذ منك credits اقل وكمان هيولد الفيديوهات في وقت اسرع ودي امثلة للفيديوهات اللي انا عملتها عن طريق تحويل النص الى فيديو طبعا حسيب لكم الاوامر بتاعتها كلها في التعليق المثبت وده مثال اخر لراجل في مركب في النيل مثلا واضح جدا ان الحركة والانيميشن في موديل تحويل النص الى فيديو جميلة ورائعة جدا بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو واتنساش اللايك والشير لان دعمكم بيساعدني على تطوير المحتوى باستمرار للافضل واشوفكم في فيديو جديد باذن الله اشتركوا في القناة موسيقى